هل يعتبر جزء من هذه القربات الخطأ بين قوسين قصة التبسط في العلاقة بين الرجال والنساء؟ يعني أحيانا تجد الشباب والبنات في مؤسسة عمل يتناولون وجبة الإفطار أو الغداء وما فيه نزاح معا إنسان يروح بالسيارة بيروح زميلته وتجلس جنبه معا هذا التبسط في العلاقة دكتور هل يندرج عليه؟ نقطة ضعف المرأة القول ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض نقطة الضعف أي قرآني ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فأي كلمة لطيفة من الشاب للشابة وضع يده على نقطة ضعفها إذن ينبغي للشابة المؤمنة الطاهرة العفيفة التي ترجو من الله زوجا صالحا يحفظها ويكرمها ويحصنها أن لا تخضع بالقول مع رجل لا يحل لها ترجمة نانسي قنقر